بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف القلع المعين ان شاء الله نهدى في هذا الفيديو سنوريكم ونعرفكم عن فوائد البلح الأحمر طبعا زي ما شايفين دي نغلة البلح الأحمر وهو ذا البلح الأحمر والمظار الجميل والروعة زي ما شايفين طبعا دا البلح الأحمر على الطبيعة زي ما شايفين هل نعلى فيها كاسة صباطة الصباطة دي اللي هي بتضلع البلح طبعا ونقول لكم في وقت كثير قبل بداية الفيديو أتمنى تضغط زر اللايك والجرس لأصلك كل جديد وغريب في هذه القناة ويلا بينا نبتدي مع البلح طبعا البلح بيفيد الجهاز الهضمي بيفيد الجهاز الهضمي والمخ هو الحاجات كثير جدا يعني بيفيد حاجات كثيرة جدا والنبع عليه الصلاة والسلام وصان عليه اني اننا ناكله في رمضان يعني ناكله في رمضان ناكل ثلاثة أو سبع بلحات مع الفضار أو مع الععش ساعتني جي ناكل في المغرب كده فاند زي ما شايفين طبعا يا أخواتي هذا هو تي شابرة القواف على الطبيعة زي ما شايفينها طبعا حضرتكم اخو نيشا منظر شجرة القواف طبعا شجرة القواف بتفيد افئدها كثيرة جدا بتقوي المناعة يعني بتقوي المناعة بتقوي المناعة بتقويك وتعطيك صاحة وعافية وكده زي ما شايفينه تقوي حاجات كثيرة جدا هذا المنظر الجميل هذا المنظر الجميل هذا المنظر الجميل على الطبيعة هذا المنظر الجميل هي طفل الجميل بلح الأحمر هذا المنظر الجميل والطبيعة لأريكم التنظر الجميل طبعا برضو بيفيد حاجات كسيرة جدا هكتبها لكم فيه على الوصف عشان تقارفو بيفيد ايه بيفيد ايه البلح الاحمر اللي شايفين ده عشان تقارفوه بيفيد ايه زي ما شايفين طبعا هو ده منظره الجميل والرواع الذي يفيد امارات كسيرة جدا طبعا فيه ناس هتتأني معاج زرع شجرة معاج الزرع نغلة البلح الاحمر طبعا بلحة الاحمر تزرع عبر البلحة تزرع عبر ايه البلحة او تزرع بالجدر احسن افضل يعني ستما شايفين والذي هقولك تزرع بالبلحة عادي ايه تزرع بالبلحة عادي لا يوجد أي مشكلة هذه الزروعة و لا يوجد أي شيء تزارينها بالبلح كما ترون هذا البلح الأحمر لا تنسى تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك والجرس ليصلك كل جديد وغريب في هذه القناة وهنا تكون نهاية الفيديو أتمنى أن تضغط على زر اللايك والجرس ليصلك كل جديد وغريب في هذه القناة و شكرا و السلام عليكم و الله و بركاته